السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحباً بكم في درس جديد على قناة Learn English with Asma في درسنا لليوم إن شاء الله سوف نتعلم نحفظ ونتقل استعمال صيغتين من الأكثر استعمالاً في اللغة الإنجليزية لطلب الإذن أو لطلب خدمة أو شيء ما من أي شخص فقط ركز معي عزيزي المشاهد وكن صبوراً وكالعادة قبل أن أبدأ عندي ثلاث نصائح للاستفادة القصوى من هذا الكورس أولاً Relax كن مرتاح ومسترخي على قدر الإمكان النقطة الثانية وهي Speak Up عندما أسأل السؤال حاول أن تردد بسوت مرتفع والنقطة الثالثة وهي Take Your Time خذ وقتك ممكن توقف الفيديو في أي لحظة لتفكر في الإجابة أما إذا كنت تشاهدني لأول مرة فأدعوك عزيزي المشاهد أن تشترك في القناة وتعمل Like إذا أعجبك الدرس وأذكركم أن أحسن طريقة لمتابعة الدروس بالترتيب على القناة هي من خلال القوائم كما ترون على الشاشة فلنبدأ على بركة الله الصيغة الأولى وهي Would you mind تعني هل تمانع أن Would you mind هل تمانع Would you mind في هذه الصيغة تكون متبوعة بفعل ينتهي ب-ing ناخد مثال Would you mind driving me to work I'm late Driving me to work تعني أن تأخذني بالسيارة to drive a car يعني أن تسوق السيارة Would you mind driving me to work I'm late هل تمانع في أن تأخذني بالسيارة إلى العمل أنا متأخرة أو أنا متأخر لحظوا معي أن صيغة Would you mind تكون متبوعة بفعل ينتهي ب-ing To drive Driving Would you mind driving me to work I'm late أدعوك عزيزي المشاهد أن ترسل لي على الإنستغرام في الخاص مقاطع صوتية أو مقاطع صوت وصورة وأنت تردد بصوت مرتفع هذه الكلمات أو هذه العبارات التي نتعلمها وسنختار مجموعة منها لكي نعرضها في بداية الدرس المقبل كما تشاهدون على أعلى الشاشة الرابط على الإنستغرام هو Learn English with Asma أن تحمل شيئاً أن تحمل هي To carry To carry مثلاً أقول أنا أحمل شيئاً I'm carrying something I'm carrying something To carry This box هذا الصندوق Box يعني صندوق كيف أقول؟ هل تمانع في حملي هذا الصندوق؟ Would you mind carrying this box؟ أذكركم Would you mind متبوعة بفعل I-N-G To carry تصبح carrying Carry in this box Would you mind carrying this box؟ هذا الصندوق This box هذه الصندوق يعني جمع أقول These boxes These boxes ردد معي This box هذا الصندوق These boxes هذه الصندوق كيف أقول؟ هل تمنع في حملي هذه الصندوق؟ الآن بالجمع ممتاز Would you mind carrying these boxes؟ Would you mind carrying these boxes؟ هل كانت إجابتك صحيحة؟ أحسنت Can you get me a cup of coffee please؟ هل يمكنك أن تحضر لي في نجانا من القهوة من فضلك؟ Can you get me a cup of coffee please؟ To get أن تحصل وهنا Can you get me جاءت بمعنى أن تأتيني بي أو أن تحضر لي ممكن أن أقول Can you get me a cup of coffee أو Can you bring me To bring يعني أن تأتيني بي أو أن تحضر لي Can you bring me a cup of coffee please؟ أدعوك عزيزي المشاهد أن تردد بصوت مرتفع كيف أقول هل يمكنك أن تحضر لي فنجانا من القهوة من فضلك؟ باستعمال Get me جيد Can you get me a cup of coffee please؟ Can you get me a cup of coffee please؟ هل يمكنك أن تحضر لي فنجانا من القهوة من فضلك؟ باستعمال Bring me Bring me ممكن توقف الفيديو وتكتب الإجابة في التعالق فبهذه الطريقة سوف تتبت العبارات التي تستخدمها أو التي تتعلمها Can you bring me a cup of coffee please؟ Can you bring me a cup of coffee please؟ الآن باستخدام عبارة Would you mind Would you mind كيف أقول هل تمانع في أن تحضر لي فنجانا من القهوة؟ أذكركم Would you mind دائما متبوعة بفعل ing ممتاز Would you mind getting me a cup of coffee؟ Would you mind getting me a cup of coffee؟ أو باستعمال to bring يعني أن تحضر أحسنت Would you mind bringing me a cup of coffee؟ Would you mind bringing me a cup of coffee؟ Can you close that window؟ هل تعرف معنى هذه الجملة؟ بالطبع هل يمكنك أن تغلق تلك النافدة؟ Can you close that window؟ Can you close that window؟ كيف أقول؟ هل تمانع في لإغلاق تلك النافدة؟ لإغلاق Would you mind closing Would you mind closing that window؟ Would you mind closing that window؟ أدعوك أدعوك عزيزي المشاهد لكتابة الأجوبة في التعاليق To feel cold أن تشعر بالبرد To feel cold كيف أقول؟ أنا أشعر بالبرد I'm feeling cold I'm feeling cold أستخدم زمن المدارع المستمر أو The present continues I am feeling cold أو ممكن أن أقول I feel cold كيف أقول؟ هل تمانع في إغلاق تلك النافدة؟ أنا أشعر بالبرد Would you mind closing that window I'm feeling cold Would you mind closing that window I'm feeling cold لا أقول Would you mind closing that window هذا خطأ Would you mind plus verb and ing Can you be quiet for a moment؟ هل تعرف معنى هذه الجملة؟ بالطبع هل يمكنك أن تكون هادئ أو أن تهدأ للحظة؟ يعني To be quiet To be quiet أن تصمت أو أن تكون هادئا أن لا تصدر أي ضجيج كيف أقول؟ هل يمكنك الهدوء للحظة؟ أنا أعمل أدعوك حزيزي المشاهد أن تردد بصوت مرتفع Can you be quiet for a moment؟ I'm working Can you be quiet for a moment؟ I'm working الآن الصيغة الثانية هل تمانع إذا؟ يعني هذه الصيغة تستعمل لكي تطلب الإذن من شخص ما أن تفعل أنت شيئا Do you mind if يعني هل تمانع أن أفعل شيئا ما؟ لنأخذ مثال Do you mind if I go with you؟ Do you mind if I go with you؟ هل تمانع إذا ذهبت معك؟ Do you mind if I go with you؟ مثلا هل تمانع إذا بقيت في منزلك؟ Do you mind if I stay at your house؟ Do you mind if I stay at your house؟ أدعوك عزيزي المشاهد أن تسجل هذه المقاطع صوت وصورة أو صوت فقط وترسلها لي على الخاص على صفحتي في الإنستغرام Learn English with Asma لكي نختار منها مجموعة ونعرضها في الدرس المقبل لحظوا معي هذه عبارة I need to use your phone I need تعني أنا أحتاج أو أنا بحاجة إلى I need to use أنا بحاجة إلى أن أستعمل تليفونك I need to use your phone كيف أقول؟ هل تمنع إذا استخدمت هاتفك؟ باستخدام عبارة Do you mind if Do you mind if ممتاز Do you mind if I use your phone Do you mind if I use your phone عبارة تعجبني كثيرا My phone died died يعني مات وهنا يقصد بها أن التليفون نفذ شحنه My phone died My phone died ردد معي My phone died يعني نفذ شحن تليفوني كيف أقول؟ هاتفي نفذ شحنه هل تمانع إذا استخدمت هاتفك؟ ممكن أن توقف الفيديو وتفكر على مهلك في الإجابة My phone died Do you mind if I use your phone My phone died أي تليفوني نفذ شحنه Do you mind if I use your phone هل تمانع إذا استخدمت هاتفك؟ ممكن أن أقول أيضا My phone died Do you mind if I use yours عندما أقول yours أعني تليفونك بدون أن أكرر كلمة phone مرتين أقول My phone died Do you mind if I use yours ردد معي My phone died Do you mind if I use yours كلمة computer يعني محمول هي laptop 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 كيف أقول هل تمانع إذا استخدمت حاسوبك؟ جيد Do you mind if I use your laptop Do you mind if I use your laptop أريد أن أكل هذا البسكويت I want to eat this cookie I want to eat this cookie بالعمية الأمريكية I want to يقولون I want to eat this cookie I want to eat this cookie كيف أقول؟ هل تمانع إذا أكلت هذا البسكويت؟ فكر قليلاً to turn off something يعني أن تطفئ شيئاً لنستخدم هذا الفعل في الجواب أو في الإجابة على سؤال التمييز كيف أقول باللغة الإنجليزية؟ هل يمكن أن تطفئ الراديو؟ أدعوك عزيزي المشاهد إلى الإجابة على سؤال التمييز وترك الإجابات في التعاليق كان هذا هو درسنا لليوم شكراً لكم على المتابعة وإلى اللقاء في درس جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر